في نظام IOS 11 إذا وصلتك مكالمة مجرد أنك تلمس الإشعار فرح يتم الاتصال مثل ما نرى الآن ففي ناس كثيرا تضايقوا من هذه الميزة بسبب الخصوصية أو بسبب مثل ما صار معي أني صرت أرد على مكالمات بالغرض فاللي حب أن يعدل على هذه الميزة يروح للإعدادات وبعدها تدخل على Touch ID ورمز الدخول رح يطلب منك الرقم السري الذي تفتح فيه الجهاز مجرد أنك تدخله وبعد أن تضغط على تم الآن تنزل تحت وتعطي الخيار إعادة الاتصال من المكالمات الفائتة وبإمكانك تعطي أي من هذه المزايا إذا كان الجهاز مقفل فالآن على سبيل التجربة إذا وصلت مكالمة وضغطت على الإشعار فرح يطلب مني أني أدخل رمز الدخول أو البصمة أو الفيس ID ولو أيضا سحبت إلى اليسار رح يطلب مني رمز الدخول فالحل اللي ياخذ جوالك أنه يمسح الإشعار ولا رح يقدر يتصل بالمكالمات الفائتة اللي أوصلتك أتمنى تكون هذه التلميحة أعجبتكم وأيضا لو حبيثت تعرفون أكثر عن مميزات iOS 11 بليتش يكون على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو لو كنت شوفنا على اليوتيوب أو تسحب إلى الأعلى وشيك على الرابط اللي موجود في هذه السنابة يعطيكم الفعافية ونشوفكم مع فيديو قادم شكرا